موسيقى موسيقى وقد رعي في هذا الإنجاز دائرة الأمنية مكونة من طبقين احترم فيها كافة معايير العمرانية والهندسية والتقنية المطلوبة في البنايات الأمنية خصوصا منها المتعلقة بتوفير الولوجيات الضرورية لأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن تجهيز فضاءات ملائمة لاستقبال وتوجيه المرتفقين بمختلف فئاتهم وحاجيتهم وستتمكن هذه البناء إن شاء الله من تقديم خدمات قرب متكاملة ومندمجة لفائدة الساكنة التي يقدر عددها بـ 115 ألف نسمة خصوصا منها الخدمات العمومية الموجهة مباشرة للمواطنين من قبل الوتائق التعريفية والإدارية فضلا كذلك على معالجات شكاية المواطنين ونداءات النجدة على عبر الخط 19 الصادرة منهم ويأتي افتتاح هذه الوحدة الأمنية الجديدة مواصلة للبرنامج المصلاحي والهيكة للبناية الأمنية والترجمتها إلى وحدات قرب تهدف أساسا إلى توفير الخدمات الأمنية للمواطنين وخضاء حاجاتهم المرفقية وتقوية الحضور الأمني وما هدى البناية وهدى الدائرة الأمنية سيدي موسى إلا البناء أولى في تطبيق استراتيجية المديرة العامة الأمن الوطني في تعزيز الأمن بمدينة سلا مستقبلا إن شاء الله سيكون مجموعة المنشآت التي ستدعم الأمن بسلا وستوفر الأمن للساكينة سيكون توفير عدد إضافة الموظفين لتعزيز هذه المنطقة الإقليمية إضافة إلى بعض دوائر جديدة إن شاء الله في القريب العاجل